كما كان متوقعا واصل مكتب مكافحة جرائم المعلوماتية وحماية الملكية الفكرية ممارسة هوايته في استدعاء الصحافيين والتحقيق معهم فبعد التحقيق مع مهنة الحج علي ولقمان سليم على خلفية دعوة قطح وذم وإثارة عارات طائفية تقدم بها رئيس حزب القوات اللبنانية سمير جاجع استدعيت رشال أمين وحقق معها لأربع ساعات مهند لقمان ورشا استدعيوا وحقق معهم بسبب مقال واحد لا علاقة لأي منهم به مقال وبحسب الدعوة التي تقدم بها جعجع نشير في العاشر من نيسان الماضي على موقع محاسبة إلا أن ذلك المقال كان قد سبق أن تمت مشاركته في عدة مواقع أخرى كموقع التيار الوطني الحر على سبيل المثال للحصر في الثاني عشر من شهر كانون الأول من عام 2012 لكن ومع ذلك يصر المكتب في ملاحقة هؤلاء الصحافيين حسب ما شفت أنا أنه أنا بعد نرهن التحقيق ومهند بعتقد أنه رح يرجع يستقبلوا عندهم هونيك وعلى دوق الاستدعاء طبع مهند بنعرف لأنه هي بطلت قصة قانون مطبوعات وجرائم معلوماتية صار فيها شوية أشيز يعني مبالغ فيها أكتر شوي على الرغم من غياب القانون الذي ينظم ألية عمل مكتب مكافحة جرائم المعلوماتية إلا أنه في قضية واحدة نجح في استدعاء ثلاثة صحافيين حتى الآن بشكل غير مبرر للتحقيق معهم لم يعد السؤال متى سيتوقف التضييق على الصحافيين أو متى سيصدر قانون ينظم عمل هذا المكتب بل من سيكون ضحيته المقبلة ترجمة نانسي قنقر